اهلا بكم النهاردة هنتكلم عن مواعيد فحص الشبكية للأطفال المبتسرين زي ما قلنا قبل كده الطفل بتتفحص عند سن 28 يوم يعني بعد ما يعدي عليه شهر من الولادة لأن احنا مش متوقعين ان هو أول ما يتولد يكون حصل تغيرات في الشبكية تحتاج من لنا التدخل بعد كده وحسب حالة الشبكية بتاعت الطفل بتتراوح فترات الفحص ما بين مرتين كل أسبوع يعني تقريبا كل ثلاث تيال لأن احنا نشوفه مرة كل شهر بنفضل نفحص الطفل لغاية ما نتأكد ان هو عدى مرحلة الخطر ومش محتاج مننا لتدخل بالحقن أو بالليزر وكمان بنكمل الفحص بعد كده على فترات متبعدة زي مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل ثلاث أسابيع أو حتى شهر عشان نتطمن على نمو الأوعية الدموية بتاعت الشبكية لغاية ما نتأكد ان نمو الشبكية بقى كامل ساعتها بنقول للطفل باي باي وهنشوفك عند سن ست شهور مجرد فحص عادي خالص ويتابع زي الأطفال التنين يعني الأطفال العاديين على سن التلات سنين وسن المدرسة الفحص ده ممكن يستمر معانا لغاية سن خمسة أو حتى ست شهور عشان نتأكد ان نمو الشبكية بقى كامل كل ما حالة الطفل كانت أخطر كل ما بنحتاج ان احنا نشوفه على فترات متقربة وكل ما بنكون متطامنين عليه أكتر بنحتاج ان احنا نشوفه على فترات أبعد من الفترات اللي فاتت يعني لو احنا قلقانين على الطفل قوي هنشوفه مرتين كل أسبوع لو احنا متطامنين ممكن نشوفه مرة كل أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أو شهر زي ما قلنا قبل كده في حالة ان احنا لقينا الطفل محتاج ليه تدخل بالحقن أو بالليزر بنحاول ان احنا نتدخل في وقت قريب جدا تقريبا في خلال 48 ساعة ألف سلامة على عوينات صغرنا وان شاء الله مرة جاية نكمل كلامنا عن اعتلال الشبكية لدى المبتسلين